بلدان العربية بإنضمام زميل وأخ من فلسطين الحبيبة فلسطين الصمود والقوة التي ما زالت تقاتل من أجل تحرير أرض فلسطين من الكيان الصهيوني خلينا نرحب بسلام سلامة وإن شاء الله السلامة حاضرة لبلدان العربية وإيضا فلسطين الحبيبة نورتنا في برنامج بيت للكل سعيدين بالنبامة نورة بوجودكم بوجود شافكي وبوجودك أحمد وبوجودك لانا شكرا جزيلا على هذا الترحيب سلام في أرض السلام يعني خليني أرحب بيك ترحيب كمان لأنك منورنا في مصر منورنا في الاستوديو الجديد وإنتوا خليني أرحب بيك وكلكم منورين في استوديو عشر بالتلفزيون المصري أهلا بيك يا لانا أهلا بيك يا أحمد أهلا بيكم جميعا حقيقة في استوديو من أهم الاستوديوهات اللي موجودة في مبنى التلفزيون المصري أهلا بيك نورتوا يا رب من اسمك يأتينا السلام إن شاء الله أنا حامل رسالة من فلسطين لدولنا العربية في العراق ومصر والأردن رسالة سلام ورسالة محبة ورسالة أخوة وإن شاء الله بإذن الله هذا الليل الطويل والهم يزول عن قلوبنا جميعا من هذا الاحتلال الإسرائيلي خلوني أبدأ معكم بعد كلمة زميلي أحمد خلوني أبدأ معكم من كلمات للشاعر أحمد شفيق كامل قال الشاعر أحمد شفيق كامل وهو يكتب إحنا وطن يبني ولا يهدد إحنا وطن بيصون ما بيندد وطن العزة الوطن العربي هكذا كانت بداية لكلمات لهذا الشاعر الرقيق وتمنى للوطن دائما بإنه وطن يصون ويتحدث أيضا عن مصر الكنانة ودورها مصر بتفتح مش بس بيتها لكن بتفتح كمان قلوبها ودايما بتقدم المحبة والأخوة لكل بلداننا العربية المشهد اللي موجود في العالمين والعالمين من بيت الكل خليني أقول لكم مدينة أنا وعدتكم إن إحنا نروح زيارة بإذن الله مدينة جديدة ومدينة مصر الحقيقة بزلت مجهود كبير فيها علشان ترى النور في وقت قليل جدا ربما أقل من سنتين مثلا يعني هذه المدينة ترى النور ونحن نستقبل فيها من خلال هذه المدينة من خلال المشروعات الموجودة في العالمين على البحر الأبيض المتوسط هي في محافظة مطروح نستقبل الأخوة العرب ونستقبل هذه اللقاء والقمة العربية قمة الأخوة والمحبة ويمكن أنا يحضرني مصدفة كنت موجودة في المنطقة قبل أو في أثناء وجود اللقاء العربي مش قادرة أقول لكم فرحة الناس مش قادرة أقول لكم الاستقبال الأعلام صور الرقادة العرب وهي موجودة في منطقة العالمين فتحس أنت في منطقة حديثة ولقاء عربي قوي وأيضاً يعني يأتونا لمكان جديد على مصر فأهلاً بكم كمان جميعاً في الستوديو أرحب بك سلام في بر الأمان مصر ودايماً يا رب دوز هو يعني لفتة حلوة جميلة ومصادفة جميلة أنه مصر الآن عم تجمع الدول الخمس في لقاء المحبة ولقاء الأخوة في العالمين هذا على الجانب السياسي والاقتصادي وفي نفس الوقت إحنا مجتمعين كمان في القاهرة الآن كإعلاميين كم إعلامية مصررة كم إعلامية مصررة فكل واحد مننا بمثل اتجاهات وهموم وآمال وطموحات وطنه فإن شاء الله يا ربي هالتكامل العربي والمحبة العربية تجتمع على كل الأصعاد مرة تانية من راحب بزميلنا من فلسطين الحبيبة سلام اللي نضم لنا للبرنامج ويمكن أنا حابة هيك بس مداخلة بسيطة لسلام أنت كنت تفرج علينا أول كمشاهد كم مشاهد على بيتي الكل وإحنا ننتقل بين الدول العربية المشاركة توصفنا كيف لما كنت مشاهد وهلا معنا في الستوديو بصراحة يعني كان الواحد بيشوف الفنانين والممثلين عم بيجوا على الستوديو يعني هذا شرف لما منقول أنه أربع دول عربية قاعدة عام تستضيف في مشاهير وفنانين وأدباء وكتاب وما إلا ذلك أنا لما كنت متابع بصراحة كان في عندي معلومات عم بستفيد منها في عندي إطلالة أدبية وإطلالة فنية والسياسية اليوم يعني حلقتنا اليوم نحن نتحدث فيها عن السياسية هموم الدول العربية وما يتشاركونه من آمال وطموحات يعني بصراحة شرف كثير كبير لأيلي أنا وصلت لهون للبرنامج معاكم ونقدمه مع بعض وعلى بياض من الستوديو الجديد شكرا أخذك حلو يمكن من أجمل الأشياء بأن تكون متلقي وبعدين تكون في نفس المكان الذي تطمح به حذة تحقيقاً ممكن ذكرت لك خارج الأجواء قلت شنو الاستفادة المهمة بالنسبة لك قلت لك تلاقع هذه الأفكار والخبرات الثقافات وهذه المحبة اللي بينتنا بين أربع البلدان بين الإعلاميين بين المصورين بين كوادر الإعداد بين الإخراج هذا بحذة يأكو أواصر وروابط تكون قوة بالنسبة إنا وتعطينا دافع بأن احنا نستمر ونقدم فأجل لك بالعراقي نورتنا وحياك الله أنا بضيف كلمة على كلام لانا المهم هي قمة محبة بيت للكل دايماً يعني دي السنة التانية للبرنامج ولكن يعني أعتقد إحنا يا لانا أثبتنا إن إحنا كشعوب عربية محبين للطلاق إحنا كلنا عايزيننا طلاق عادتنا وتقاليدنا ومشاكلنا وهمومنا واحدة ويمكن في بيت للكل حتى خلف الكواليس ومع كل الطاقم من فريق العمل اللي بيشتغل معانا فأي بلد بنروحها الأردن العراق فلسطين أياً كان إحنا بنحس إنه إحنا فرد واحد وبلد واحدة وده اللي بيحصل سواء في بيت للكل كبرنامج أعلاني مع أربع دول أو اللي إحنا بنشوفه بعنينا في هذه قمة المحبة والأخوة الموجودة في العالمين ومن كلام شافكي هذا المليء بالمحبة والأخوة والجمال من أصل يعني أصل هذه المدينة الطيبة القاهرة حقيقة الولادة والحاضنة لكل العرب أيضاً لقاءات الأخوة والمحبة مستمرة حتى على الجنبة السياسية هذه الجنبة المهمة بالنسبة أننا كبلدان عربية بإعطاء دافع قوي للاقتصاد وأيضاً لجميع الموارد الثقافية والأدبية والفنية والاقتصادية وما يشغل العالم العربي اليوم راح ينضمننا وزير الإعلام الأردن السابق صخر دودين ضيف عزيز في برنامج بيت للكل أهلاً وسهلاً بك معاً للوزير أهلاً وسهلاً بكم جميعاً أهلاً وسهلاً شكراً جزيلاً حياك يا الله معاً للوزير اليوم نتحدث عن قمة الأخوة هذه القمة قمة العالمين حقيقة قمة مفرحة بالنسبة للعرب بها كثير من المؤشرات الإيجابية بالنسبة أنك بلدان عربية كيف ترى الرسائل والمسيجات من خلال مخرجات هذه القمة؟ يا سيدي بسم الله الرحمن الرحيم الحقيقة أي اجتماع للأخوة للعرب جميعاً هو اجتماع خير بإذن الله وهذه الاجتماعات أصلاً يجب أن تكون تعالف هناك ظروف إقليمية صعبة وهناك ظروف عالمية أدت إلى التجاذبات في العالم فلابد من وجود دائماً مثل هذه اللقاءات الأخوية الطيبة مثل التي رأيناها في العالمين ولابد للإخوة الزعماء العرب من الاتقاء لأن الرسائل أولاً تقول بأننا نحن نعود يد واحدة نريد أن نعمل عمل مشترك بالذات في موضوع التنمي المستدامة وهناك قضايا إقليمية وقضايا عالمية أهم قضية بالنسبة لنا نحن في عرب القضية الفلسطينية ودائماً نطرح وموجودة على الطاولة بأنه لا بد من وجود أفق لحل سياسي إن شاء الله لهذه القضية التي طال أمدها وهناك قضايا كثيرة أخرى أيضاً في الجوار العربي حالياً إن كان في شرق في المشرق العربي أو في مغربه في شماله وفي جنوبه هناك كثير من القضايا متعلقة بالأمن القومي العربي ولابد أن يكون هذا أيضاً من ضمن ما تحدث به الزعماء العرب على وعلى وجود الكثير من الأمور التي تتعلق بالتنمية المستدامة ومن أهمها عمليات الربط الكهربائي وعمليات الطاقة والاستفادة منها كما أنه سيكون للغاز العربي في القادم من الأيام ما يقول على الطاولة مثل البترول العربي لأنه ربما يمشكل بديل بأوروبا التي سيقبل عليها الشتاء بعد فترة قصيرة وتحتاج للطاقة بكل تأكيد معالي الوزير صخر الدودين كلمنا عن التحديات التي تواجه هذه اللقاء والمحبة والأخوة في العالمين وكيف رأيت هذا اللقاء في هذا التوقيت تحديداً يا سيدتي يعني مثل ما قلت من أول يعني أي لقاء للزعماء العرب هو لقاءهم لكن التحديات الآن أننا نعرف بأن هناك تحديات إقليمية قد أشرت لها إن كان في شمال سوريا أو العراق الشقيق أو في أيضاً العراق الذي يمر أيضاً بفترة يعني صعبة لا بد أولاً أن يشعر الجميع بأننا كأمة عربية وكادة عرب بأننا ننظر إلى قضايانا بشكل شمولي وبشكل جمعي ولا بد من الدفاع عن الأمن القومي العربي في كل المناطق العربية هذا من ناحية من ناحية تانية وجود القادة العرب مع بعضهم البعض في أرض الكنانة وفي عند الشقيقة الكبرى مصر أصلاً هذا يعني بيت لكل العرب والعرب دائماً يرتاحوا عندما يكونوا في أرض الكنانة وفي مصر السلام والمحبة لإخوانهم العرب وأيضاً مصر القوة لإخوانهم العرب لأنه المرء كثير بأخيه فنحن الحمد لله يشتد عودنا جميعاً عندما نجتمع مع بعض كأمة عربية ولا شك بأن مجرد وجود القادة العرب مع بعضهم البعض يعطي رسالة للآخرين بأننا كأمة يعني ما عدنا كما كنا ربما في العقد الأخير عندما هبت ما كان يسمى برياح الربيع العربي في حينها ومن بعدها مرت بعض السنوات العجاب وجاءت سنة الكورونا التي قطعت العالم عن بعض البعض ولكن ها هي الأواصل تعود من جديد ويعود التقارب ويعود هذه المحبة ويعود أيضاً من خلاله أيضاً التصميم على أن يكون هناك تعاون اقتصادي وتنموي وما يتعلق بالطاقة والأهم من ذلك بأن قضاياناً المصرية وعلى رأس القطية الفلسطينية أيضاً دائماً مطروحة على الطاولة معالي صخر دودين نتحدث عن جهود جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله والعالم جميعه يعلم بأن جلالة الملك دائماً يحمل راية السلام وسياسة الأردن دائماً متعارف عليها عدم التدخل في شؤون الآخرين وإيجاد الحل السياسي لكافة النزاعات التي أثقلت أو أثقلت الوطن العربي وجميع الدول العربية دعونا ندخل في هذا الموضوع كم هذه السياسة التي تنتهجها الأردن نسميها قوة ناعمة كم لعبت دوراً في المحافظة على تماسك الصف العربي على إيجاد حلول لكثير من النزاعات وأيضاً على أن يكون الأردن فعلاً هو الحضن الحاني لجميع الأخوة العرب سيدتي أولاً جلالة الملك المعظم هو حامل فعلاً هذا المشعل وحامل راية أن نكون دائماً على وقام وعلى سلام مع جميع أولاً إخواننا العرب وأخواننا في المنطقة وهو أيضاً بنفس الوقت حامل مشعل القضية الفلسطينية إلى المحافظة الدولية قاطبة لأنه الوصح الشرعي والتاريخي الهاشمي على هذه المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف جلالة الملك يحافظ على علاقة طيبة مع جميع إخوان العرب ومع جميع الدول العربية في كل الأزمات التي لحقت في المنطقة وظلت علاقة الأردن علاقة متوازنة مع كل إخوان العرب وظلت حدوده مفتوحة لكل إخوان العرب وظل الأردن ملازاً آمناً لكل من فاء إليه من أشطائه العرب عندما ضاقت بهم السبل ونرجو أن تعود أمورهم جميعاً إلى ما نتمناه لهم جميعاً جلالة سيدنا أطال الله بعمره له مكانة الحمد لله دولية وعالمية عالية جداً يسخر هذه المكانة وهذه المكانة الرفيعة له لصالح أمته ولصالح شعبه ولصالح جميع القضايا العربية دائماً ما نراه في كل المحافل الدولية يطرح القضية الفلسطينية بقوة ويطرح بأنه لا بد من إيجاد أفق سياسي وحل سياسي لأن هذه القضية قائم على حل الدولتين على خدود الرابع من حزيران على الأرض الفلسطينية وعاصبتها القدس الشرقية ويطرح دائماً بأنه لا بد أن يكون هناك تكامل اقتصادي تنموي لكل دول المنطقة من حولنا وأنه لا بد أن نضع مصالحنا المشتركة ونعليها على أي لا صمح الله اختلافات بسيطة في وجهات النظر هنا أو هناك وإنما هناك وحدة تاريخ دائماً تجمع هذه المنطقة وجلالة الملك المعظم من خلال نسلو الهاشمي الشريف المنتد جذوره إلى الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم ويشعر نفسه بأنه دائماً يمثل هذه الأمة كلها من أقصاها إلى أقصاها معالي الوزير دودين تحدثت حضرتك حول العديد من المشاكل والأزمات التي توالت على دول العالم العربي في العراق ومصر والأردن وأيضاً فلسطين وأيضاً غيرها من الدول العربية لكن إذا ما شئنا الحديث حول هذه الدول الأربعة واتبعات الأزمات والتحديات التي مرت عليها خلال الفترة الماضية اللقاء الذي يجمع قادة الدول العربية لقاء له بعد بعيداً عن العلاقات الثنائية بعد أيضاً اقتصادي مهم لتعزيز العلاقات والروابط لرفع المستوى المعيشي للشعوب العربية في هذه الدول هذا كلام صحيح الحقيقة بالذات نحن في الأردن ومصر والعراق هناك مجالس ولجان عليا على مستوى رئاسات الوزارات وتجتمع بشكل دوري وقد تشرفت عندما كنت في الحكومة بأن اجتمعت عدة مرات مع زملائي من العراق ومن مصر وطبعاً دولة الإمارات العربية المتحدة دائماً داعمة بكل هذه الجهود الإتليمية والآن أيضاً دولة البحرين موجودة في هذه القمة وهذا شيء ممتاز جداً شكراً معالي وزير الإعلام الأردن السابق صخر دودين لانضمامك إلينا في برنامج بيت للكل نوارتنا تمام خلينا نستكمل معكم حوار الليلة نحن نتحدث عن قمة الأخوة في العالمين ونستقبل معالي الوزير الخارجية الأسبق المصري محمد العربي انتظرونا ترجمة نانسي قنقر أهلاً بكم مشاهدينا من جديد واسمحوا لنا أن نرحب مرة أخرى بسعادة السفير محمد العربي وزير الخارجية الأسبق أهلاً وسهلاً فيك معاليك مرة أخرى أهلاً بك يا فند معاليك الاجتماع الأخوي الذي يقام اجتماع المحبة خلينا نسميه الذي يقام في منطقات العالمين في السحل الشمالي في مصر ما دلالات هذا اللقاء وأيضاً لماذا جاء في هذا الوقت هل التوقيت له دلالة معينة؟ طبعاً أهلاً أسماحي لي في الأول أن مثل هذا النوع من اللقاءات ما بين القادة ده أمر متعرف عليه من شؤون الدبلوماسية مش بالضرورة أن الأمور تكون فيها قدر كبير من المراسم أو من الإجراءات الرسمية ولكن بتبقى يعني قدر من العفوية في اللقاء وفي نفس الوقت إحنا يعني بيتقال عليه كده ريتريت يعني بمعنى أنه فيه لقاء فيه قدر أكبر من الراحة والاستمتاع بالجو الموجود ولكن أيضاً إنتاج جديد لمرحلة جديدة إن شاء الله معاليكنا اليوم من خلال هذا اللقاء هذا اللقاء الأخوي حقيقة اللي يجمع بلداننا العربية وتحركات مصر الكبيرة في استقطاب كل بلداننا العربية لا توجد دولة عربية تغرد خارج السرب ما هي المخرجات المهمة من هذه وحدة الصف العربي من هذا اللقاء الأخوي؟ طبعاً حراك الظروف الدولية والإقليمية بتفرد هذا النوع من اللقاءات ومن هذا النوع من التشاور وإلا نبقى إحنا مقصرين في حق شعوبنا طبعاً موضوعات تغير المناخ موضوعات الكورونا حراك العالم أصبح محفوف الآن بمخاطر كثيرة وكلها تحت عنوان واحد وهي عبر الحدود بمعنى أن أنت لا تستطيع أن ترك إلى أن أنت دولة عايشة في حدودها آمنة ومش هيصل إليها هذه الأقطار لا هذه الأقطار سوف تصل إلى الجميع لأن كل شيء الآن أصبح عابر للحدود إذن أنت أعتقد أن مثل هذا التشاور وده يمكن أن يبدأ من قبل قمة جدة وحتى سيد الرئيس سافر إلى عمان مثلاً على سبيل المثال إلى مصقط وأيضاً عمل لقاءات كثيرة سولاسية وسنائية ويمكن اللقاء الأخوي الموجود كان في مدينة العالمين الجديدة حددك لو أتلاحظ أنه فيه قدر من التشابك ما بين مؤسسات كانت قائمة من قبل بمعنى أن مصر والأردن العراق ده طبعاً تعاون سولاسي موجود بقى له فترة طويلة وكان له نتائج مباشرة الظرف الحالي بيتطلب منك أن أنت تقوي قوتك الذاتية تعتمد على نفسك والحمد لله إمكانيات العربية متوفرة وفيش حجة أبداً أن نتبطأ فيه مثل هذا الشأن فأنا بشوف أن الظرف الدولي والإقليمي بيحتم مثل هذه اللقاءات وبيحتم أن يكون فيه مخرجات يستفيد منها الإنسان العربي اللي احنا تقريباً كلنا بنشتغل عشان رفاهيته وعشان أمنه سؤالي لحضرتك يعني معالي وزير الخارجية الأسبق ولك من الدبلوماسية الكثير ووجود الخمس دول مشرفينها في لقاء أخوي مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وبلاد دولنا زي الإمارات والبحرين والأردن والعراق هذه التحديات للدول الخمسة ما هي الأجندة والأولويات اللي تراها أنها تكون موجودة وهذه اللقاءات سواء كانت بشكل أخوي أو لقاءات رسمية زي قمم سابقة تضيب أيضاً أشياء كثيرة وتخرج زي ما بنقول أفكار جديدة فكلمنا عن التحديات طبعاً التحديات عنواع ولها يعني أعرف حراك إيه؟ سمات مختلفة في تحديات نقدر عليها دولية أزمة اقتصادية علامية بتأثر علينا أزمة نفط أزمة طاقة بواجه عام موضوع الحبوب وموضوع الأسمدة حتى عندنا فيها مشكلة دي كلها مشاكل قادمة إلينا من الخارج ولكن هناك أيضاً مشاكل داخلية حراك مثلاً نمو الإرهاب في بعض الدول منطقة العربية عادة تكوين داعش لنفسها مرة أخرى على بعض الأراضي العربية تدخل إقليمي من دول إقليمية بشكل فيه قدر من الشراها والنهم أنه يتدخله في شؤنها سواء كانت في العراق أو في سوريا أو في ليبيا أو في اليمن فإذاً حراك عندك كذا نوع من المخاطر والتحديات اللي نحن نواجهها يمكن لأول مرة المنطقة العربية لم تكن تحت وطقة مثل هذه التحديات من قبل كان فيه طبعاً مشاكل وفيه موضوعات كثيرة جداً أثرت علينا وعلى وحدتنا ولكن في نفس الوقت هذا نوع جديد من التحدي اللي يستلزم نوع جديد أيضاً من رد الفعل من جانب العربي وهي يمكن حضرتك برضو أن نقدر ندعي أن كمة جدة كانت فيها قدر من الندية من الجانب العربي كان فيه موقف عربي بصوط واحد تقريباً يعني أكيد فيه خلاف مع محدش يقدر يقول أن احنا هنتكلم بنفس اللغة بنفس النغمة ولكن على الأقل كان فيه صوت واحد قدر أن هو يقف أمام دولة كبرى مش في تحدي ولكن فيه رعاية مصالحنا ويمكن حريك هتلاحظي أن الفترة الحالية الدول كلها تقريباً وبما فيها الدول العربية بتسير على شعره دقيقة جداً ما بين المبادئ والمصالح صحيح كون أن حريك تقدر يتوزني هذا الأمر بدأ يستلزم قدر كبير جداً من التشاور وقدر كبير أيضاً من أنه يكون فيه يعني تناغم فيه على الرأي ورؤى إلى حد ما موحدة لأنه الخروج أي دولة عن هذا الصف في المرحلة الحالية أنا بشوف أنه بيهدد الأمن القومي العربي بشكل كبير جداً فعشان كده عملية التشاور بالأسلوب الموجود ده حالياً اللي هو فيه قدر من يعني الراحة والبعد عن الرسميات وضغوط الإعلام وغيرها دي مؤكد أنها بتصل إلى نتائج يمكن تكون أكثر فعالية من اجتماعات أخرى فالنموذج ده أنا بشوف أنه هو نموذج جيد ونستطيع أن نبني عليه بعنين دي نواة ممكن أنها تستقطب دول أخرى مش بالضرورة أن هذه النواة أنها تكون يعني مغلقة على المشتركين في هذه الفترة أو في هذا الاجتماع الأخير ده طبعاً الموضوع مفتوح تماماً للأخرين ونقدر أنه نوسع هذه النواة ويمكن ده يكون تمهيد جيد لقمة عربية كانت متعسرة في خلال الفترة الماضية في نومبر القادم في الجزائر أعتقد أنه عملية التمهيد لها بعض الشكل أمر ضروري وأمر واجد وهنا السؤال سريع يعني إحنا مثلاً قمة جدة كان قبلها أيضاً تحضير عربي وأعتقد المواطن العربي شاهد هذا التحضير هل لو نتكلم عن قمة قادمة في الجزائر فهذا أيضاً تحضير أخوي عربي أيضاً لأجندة قادمة أو تحديات أو محاور أهمة؟ وخاصة حضرتك أن أنت هتلاحظي أن المشاكل المزمنة اللي موجودة في الأرض العربية الآن زي سوريا وليبيا واليمن مقتطفة من الإرادة العربية فأعتقد أن الإرادة العربية عندما تجتمع وأن عندما تحاول أن تضع قط واحد لها بحيث أنها تعالج في قمة عربية قادمة شاملة مثل هذه القضايا أعتقد أنه أنا بشوف أن ده هيكون مقربة جيدة جداً من جانب العربي وضرورية ما نقدرش نسيب نفسينا أسرة لقوة أخرى سواء كانت عالمية أو إقليمية أنها تحدد مصيرنا وتحدد طريقة حل حتى القضايا يعني مثلاً أسف أقول لك أن القضايا السورية موجودة في أيدي تركيا وإيران وروسيا هذا أمر لا يمكن أن نقبله في المرحلة الحالية لازم تكون في إرادة عربية ولازم تكون في حلول عربية نعم علي الوزير تحدثت حول شأن الروسي يعني لعل الأزمة الأوكرانية الروسية الحاصلة اليوم ألقت بظلالها على العالم العربي بشكل عام من ناحية أمن الطاقة ومن ناحية أيضاً الأمن الغذائي هذا أيضاً ملف جداً مهم تروح على طاولة هذا اللقاء الأخوي الذي يجمع البلدان الأربعة يعني رأيكم في نعكاسات هذه الأزمة على العالم العربي بشكل عام طبعاً إنعكاسات قاسية جداً ولكن يمكن أن تلاحظ أن الخمس دول في منهم دولتين لهم إسهام كبير جداً في صناعة النفط والطاقة قد بل حضرتك إن الشتاء داخل على الأوروبا أو على دول كثيرة جداً أعتقد أن أنت أيضاً يعني مش عايز أبالغ في الأمر يعني ولكن أنت بتشكل برضو ملاز آمن جيد لدول كثيرة أو لشعوب كثيرة ممكن أن هي تستفيد من منطقتنا سياحياً حتى يعني أنت حضرتك لما الناس تيجي تزور الأردن أو تزور مصر أو تقضي وقتها في أماكن عربية وفيها قادر أكبر من الدفء أعتقد أن ده هيكون يعني مهم جداً لاقتصاديات الدول العربية وأيضاً أنا بشوف أنه التعاون يعني إمكانياتنا والpotential الموجودة في الدول العربية لا يمكن أن ننكرها يعني حضرتك لما تيجي تكلم أنت ذكرت أمن الغزاء وده أمر مهم جداً في دولة مثل تونس مثلاً بتعاني الآن من مشاكل كبيرة جداً في توريد القمح فإذن أنت لأ إحنا عندنا الإمكانيات أن نقدر أن نكون فعلاً عن سلة الغزاء لنفسنا الأول وعدين نقول للآخرين ليه نعتمد على الآخرين وده يمكن أحد دروس الأزمة الأوكرانية أن الدول كلها مش بس في منطقة العربية الدول كلها أصبح تنظر إلى نفسها أنها لازم تكون تملك قوة ذاتية تتحقق خمس حاجات أمن الطاقة أمن المياه أمن الدواء والعلاج وأمن الغزاء والأمن بشكل عام فإذن أنت ده أصبح المفهوم للدولة الحديثة القوية التي قادرة على الاستمرار لأن الدول للأسف ممكن قوي تنهار تحت وطأة حاجة بسيطة جداً لأنها أمن الغزاء صحيح وده موضوع لا يمكن أن أنت تتهاوم فيه ولا يمكن أن تعيش من غيره فإذن نحن أمام تحدي كبير إمكانياتنا كبيرة نستطيع أن نصل إلى حلول جيدة لأنفسنا وللآخرين سعادة السفير نقطة هامة جداً أنه كثير من الملفات ستطرح أو طرحات أيضاً في هذا الاجتماع الأخوي نتحدث عن تحديات حربية كثيرة كما قلت يعني عدم الاستقرار السياسي في سوريا ويجب أن يكون هناك حل سياسي نتحدث أيضاً عن مشكلة الطاقة نتحدث عن عدم الاستقرار في العراق الاستقرار السياسي تحديات وملفات كثيرة لكن لا زالت وستبقى القضية الفلسطينية هي القضية المركزية المحورية التي توضع على أي طاولة في اجتماع عربي سواء كان قمة أو اجتماع أخوي كمثل الاجتماع العالمين نتحدث أيضاً عن اهتمام الدول الأربع أو الخمس المشاركين في اجتماع العالمين عن أهمية وأولوية القضية المركزية القضية الفلسطينية ولماذا دائماً توضع على في أي طاولة وإنعكاسات الوضع في فلسطين أخضاً على تلك الدول الخمسة الموجودة فيه مثلاً ما يطلق عليها الربعية الدولية لكابت رئاسة توني بلير رئيس وزراء بريطانيا السابق لم تعقد اجتماعها خلال العشر سنوات الماضية لأجل يعني دفع القضية الفلسطينية مرة أخرى ووضعها على مئدة التفاوض من بين الدول يمكن العصل يعني يمكن نقول عليه إيه تغير إيجابي إنه مثلاً دولة كبيرة زي الولايات المتحدة بدأت الآن تتحدث عن عنوان مهم جداً وهو حل الدولتين ولكن هذا الأمر للأسف بوضعها في إطار عارفة حركة إيه المسكنات بمعنى إنه إحنا طيب حل الدولتين طيب فين بقى البروسس اللي توصلنا إلى حل الدولتين إحنا محتاجين أيضاً عملية سياسية تدفعنا إلى الوصول إلى هذا الأمر فللأسف القضية الفلسطينية أغير بقى تدخلات إقليمية من بعض الدول حتى أحرك إيه لتمزيق الصف الفلسطيني ووضعه في أماكن مختلفة كل ده بيأثر على القضية الفلسطينية ولكن أنا أشوف أن الدول العربية مجتمعها حتى أكتر من الخمسة اللي اجتمعوا في العالمين أعتقد أنها لازلت القضية الفلسطينية أمر أهم جداً مؤكد أزمة أوكرانيا هذه حركة لما تيجي تتكلمي عن أمر قد يؤدي إلى خراب العالم اللي هو الحرب الروسية الأوكرانية وعندين مثلاً تيجي تتكلمي على القضية الفلسطينية مش هتلاقي نفس الاهتمام ولا نفس درجة الأولوية فإذاً إحنا القضية الفلسطينية دائماً بتبقى في مهب الريح السياسي بمعنى أنه لما الأمور تبقى يعني هادئة إلى حد ما في العالم بيحصل فعلاً نطج لهذه القضية ولكن للأسف إحنا بقلنا عقدين من الزمان تقريباً القضية الفلسطينية دائماً بتتأخر حسب الظروف الدولية والإقليمية وده أمر مؤسف طبعاً ولكن يمكن إحنا كنا نتكلم مع أحد الشخصيات الفلسطينية من قبل يعني وبنقول إنه الشعب الفلسطيني فعلاً شعب الجبارين يعني يعني حضرتك أنا رحت وزورت رمالة عدة مرات واندهشت من التقدم الموجود عن سلامة لا ما كنت شفته كانتش سلامة موجودة ما كنت شفته إنه من ثلاث سنين تقريباً بس رمالة فيها تقدم لا تتوقعوه إن شاء الله لازم تروحوا تزوروا لا إحنا رحنا وزورنا وأوافق حضرتك تماماً بأن أنا دايماً عندي مقولة سلام قلتها لما زورنا فلسطين بأن فلسطين جاهزة بالزبط بأن تستلم الأرض مش هيبع عندها مشكلة إن هي يلا نبني لأن هم بنيين وجاهزين رمالة حضرتك دولة بس مصغرة يعني حركت فيها كل الإمكانيات بشكل مزهل تقدم اقتصادي جميل جداً ووضوع التطبيع وأنه الزيارة إلى فلسطين هي نوع من أنواع التطبيع أنا بأكد وبقول أنه لا كما هو موقف القيادة الفلسطينية بأنه لا أنتم تزورون السجين ولا تزورون السجان لا أنا بروح مليش ما فيش حد يعني يقول لي لا ما تروحش أنا بأتلقى دعوات من الرئيس أبو مازن لعضور المؤتمر السنوي الفتح بروح أحضر لأن أنا مهتمين تماماً بالقضايا الفلسطينية وأعتقد أنه زي أنا عجباني قوي الكلمة دي أن أنت بتزور الأسير ابنك يعني ابنك لما يكون أسير في حتة أنت لازم هتروح له لو فيه فرصة أن أنت تروح له لازم هتروح له لا أريد أن أقول لك حاجة سلام أنت بتروح برفقة يعني السلطة الفلسطينية نعم يعني أنت مش بتروح من الباب التاني أنت بتروح من الباب الرئيسي وهي الدليل على شرعية زيارة فهي مستقية نحن بروح لبلدنا لا 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 بعيدة تماماً عن كلمة التطبيع طيب التطبيع ده إطار تاني خالص مع دولة أخرى بس هي رمال الله فعلاً نموذج جيد لشعب الفلسطيني اللي هو بيشتغل بدون بقى أنه ينغمس في أطر سياسية لا عليك التأكيد على فلسطين حقيقة كل زملانة التي شاركها من خلال برنامج بيت للكل كانوا سفراء حقيقية لفلسطين تشاهد في عيونهم الصبر والعزم والقوة وفي كل بلداننا العربية نشاهد عقول كبيرة لفلسطين تفكر وتبدع وتنتج وأكيد هذه العقول وهذه الأيدي وهذه البشرة السمراء التي تنتمي إلى الأرض ستحرر الأرض إن شاء الله وبإذن الله وبإتفاق أيضاً عربي بأن قضية فلسطين هي القضية الكبرى والمصيرية أنك عرب أستسمح لك دقاء قصيرة طبعاً نروح له فاصل قصير وبعدها نكون متواصلين في هذا الحوار ربما مشاهدين فاصل قصير بعدها متواصلين رجعنا مشاهدين لكمال حلقتنا من برنامجنا بيت للكل الحقيقة هذه قمة الأخوة فيها إيجابيات وفيها مؤشرات وبقع ضوء خاصة ببلداننا العربية وخاصة باتفاق القضية الكبرى هي القضية الفلسطينية بالإضافة لكثير من التأثيرات السلبية التي أتت بسبب الأزمة الأوكرانية وإيجاد الحلول معاليك حقيقة قبل الفاصل كنا نتحدث عن كثير من المشكلات التي تعاني بها بلداننا العربية الطاقة، أزمات اقتصادية، أزمات سلع معينة تدخل إلى بلداننا لكن هناك أيضاً حضرتك ذكارة التغير المناخي بالنسبة لبلداننا هناك أزمة أخرى هي كأنما تكون حرب للمياه بالنسبة للعراق، بالنسبة لمصر، بالنسبة للأردن كثير من هذه البلدان يجب أن نتخذ خطوات حقيقية وجادة، مو فقط يكون هناك خطابات أو كلمات مكتوبة على الورق لإيجاد الحلول لبلداننا حتى نبتعد عن التهديد أو تهديد الآخر أشكرك جداً على إثارة هذا الأمر ده موضوع مهم جداً ويمكن العالم ما كانش عنده الإحساس بخطورته ولكن موجة الجفاف اللي أصابت أوروبا في الصيف دوت اللي احنا عشناه أعتقد أننا يجب أن نستغلها كدول عربية مصر والعراق أن هما ينبهوا العالم أن الموضوع مش موضوع حقوق لدول يعني دول المنبع والبقين مش مشكلة يعني يتصرفوا هما الموضوع يجب أن هو يوضع في إطار قانوني جديد دولي مش بس خاص بمصر أو العراق ولكن موضوعات الأنهار وموضوعات الجفاف اللي بتواجه العالم في الفترة القادمة ديت لازم يكون لها معالجة دولية ويمكن أنا يعني أوناشد الدولة المصرية والحكومة المصرية أن احنا في المؤتمر القادم في نوفمبر في شرم الشيخ أن هذا الموضوع لأنه مرتبط أيضاً بتغير المناق يعني صحيح أن أنت عندك مثلاً سيول في السودان دلوقتي جارفة والحمد لله يعني بغض النظر عن المأساة اللي بتواجه الشعب السوداني للأسف لكن معناها أن المياه في هذا الفصل هتكون متوفرة يعني التأثيرات البشر ربك سوء الله سبحانه وتعالى بيعطي المياه للبلدان ليقطع عنها المياه بسبب التأثيرات بالزبط ولكن أنا بشوف أن أنت لازم في الفترة القادمة ونستغل لموضوع تغير المناخ وموضوع التواجد كل دول العالم في شرم الشيخ في نوفمبر القادم أن أنت لازم تصل إلى اتفاق قانوني كبير و واسع طيب مش بس مجرد أن فيه قانون دولي طبعا بيحكم النهار طبعا عارف الكلام دوت وبيحكم عملية العلاقة ما بين الدول المحيطة بالنهر أو قود النهر إزاي بتنظم العلاقات بينهم ولكن في النهاية احنا دولتي في ظرف جديد تغير المناخ وأيضا استغلال البعض الموضوع بس مش تغير المناخ ده فيه استغلال كمان سياسي يعني ما تقوليش أن الأوضاع في العراق السياسي عن طالب المياه بالضبط فإحنا لازم الموضوع دوت وده أبسط بقى حقول إنسان إذا كنا نتكلم عن حزمة كاملة من الاهتمامات القادمة في العالم الجديد اللي احنا دخلين عليه لأن بعد أوكرانيا فيه عالم جديد هي هيظهر بعد كده إزا من أحد الاهتمامات الأساسية فكرة أمن المياه وده لازم يكون هو أحد الملفات اللي الجميع بيتحدث بها وأعتقد إن فخامة الرئيس السيسي تحدث عن هذا الموضوع عدة مرات في المحافة الدولية وإقليمية فأعتقد إن إحنا لازم كلنا ومصر والعراق والدول أخرى سوريا بده بتعاني من نفس الشيء وفلسطين ده أول مشكلة مياه بدأت في الأردن وفلسطين فاكر أنت لسمت أولاد تجميل لو عالي الوزير كان في عندي سؤال زملاء طرحوا القضية الفلسطينية وتحدثوا عنها نتحدث شوي عن الشأن في العراق اليوم الوضع هناك قلقلة وبلبلة في الوضع السياسي في العراق لا زال قدم يوسفك ولا زالت الأوضاع غير مستتبة الدور العربي في هذا اللقاء الأخوي ما بين الدول الخمسة لتعزيز استتباع بالأمن في العراق يعني دعني أقول لك أولا أن العراق دولة هامة جدا للعالم العربي مش هقول لك بقى أن هي حارس البغبة الشرقية كلام اللي هو أنا كنت في بغداد من كم سنة كده فقالوا لي لا بلاش الكلمة ديت خليها هي الجسر للتفاهم مع الآخرين فمفيش معنا نقبل هذا ولكن العراق دولة في المنتهى الأهمية بالنسبة للعالم العربي وأعتقد أنها بتواجه أخطار متعددة يعني أنها أشكال مختلفة ولكن في سمة أساسية للأزمات في العالم العربي في مرحلة الحالية هي إطالة أمد الأزمات بالإضافة لإطالة أمد الأزمات أنه فيه قوة إقليمية لديها يعني مصلحة خاصة في أن تبقى العراق أو غيرها من الدول في حالة تأزم وحالة تناحر وحالة عدم استقرار فده في حد زيته يعني زي ما يعني بنقول أنه عودة العراق للخضم العربي ده كان أمر مهم جداً وفعلاً العرب عادوا فعلاً للعراق بقوة مصر عندها علاقات قوية جداً بالعراق السعودية أيضاً نفس الشيء فأنا أعتقد أنه الفترة القادمة يجب أن طبعاً الحل لازم يكون عراقي لا يجب أن نحن نسلم أنفسنا ولا للإقليم ولا للحلول الأممية يعني ديت لها كده يعني سيناريوهات خاصة بيها أيضاً الحل يجب أن يكون عراقي ونبع من الشعب العراقي ولكن التأييد لازم يكون عربي وعربي فعلاً واضح وصريح أنه مش ممكن أن العراق تقع في فخ الفتمة الطائفية ده أمر مرفوض يعني العراق عاشت طبع عمرها في سلامة وفي أمان وكان الدولة يعني أنا أتذكر كنت بشتغل في الكويت سنة 78 وكنا بنروح البصرة وبنروح البغداد بالسيارات كان شيء جميل جداً جداً أنت تزور هذه الدولة الفاتية بثقافتها وبحضرتها وبشعبها وبحبها لمصر كمان يعني تلاحظ أن العراقيين لهم حب شديد جداً لمصر فإذن إحنا أمان فعلاً مشكلة وللأسف يعني إحنا كل ما بنطفي حريق في العالم العربي بتلاقي حريق آخر ظهر فده حد ذاته يتطلب مننا وعي كبير جداً وحرص على أنه يعني هذا الأمر يجب أنه هو يتم توصل لحلول سريعة له والحقيقة الخطاب اللي قاله رئيس الوزراء الكاظمي عند وصوله لبغداد بعد ما غادر العالمين خطاب يعني سياسي موحنك بيعرف يتعامل مع الأرض لا يغلق الأمور على أنه ما فيش تظاهر لا فيه تظاهر لو عايز بسلطة سلمية تعبر عن رأيك وكل شيء ولكن غير مسموح بفتنة طرفية وغير مسموح بالتناحر وغير مسموح أن دولة جارة أن هي تبقى لها يد العليا في الأمور هناك لا ده شعب عراقي العراق ده دولة قوية طول عمرها ويجب أن يكون إرادتها هي لفوق الجميع أكيد طيب سعادة السفير اسمح لي في وجود حضرتك أن احنا نضع خريطة العالم سويا وننظر كده فنجد خريطة العالم قديما تغيرت كثيرا ونحن مع هذا التغير للخريطة أمام أزمات عالمية أيضا وفي وسط هذه الأزمات العالمية في كل بلد يا إما في إعادة بنية تحتها زيما موجود في مصر يعني إعادة بنية تحتها تمام باقتصاد يا إما في مشروعات مستقبلية مثلا زي ما دولة الإمارات يا إما في إعادة للحياة السياسية والاستقرار زي العراق يا إما في فلسطين يعني عندهم فكرة أن الأرض لابد أن تعود الأردن بتحاول طول الوقت أن هي تكون نواة السلام في المنطقة وأيضا تبني نفسها فإذا كل دولة عربية عندها أشياء كثيرة كيف تنجو الشعوب العربية من هذه الأزمات في ظل تغير الخريطة العربية العالمية بشكل عام طبعا ده سؤال يعني عظيم وسؤال سياسي عميق جدا أعتقد أن الرد عليه يأتي في ثلاث كلمات السلام، الاستقرار، التنمية ويمكن حضرتك هتلاحظي أن السياسة الخارجية المصرية بدون إعلان أنا أقدر أدي لك قدر من التشخيص اللي ما يحدث في سياستنا الخارجية مش بالضرورة أن المسؤولين عندنا هيقلوة في الإعلام يعني لكن ده اللي اعتقد ماشيه عليه إن حراك لو جبنا كده يعني برجل وحطينا سنه في القاهرة ولفينا لفة كده اللي هو الجوار الاستراتيجي لمصر هتلاقي أنه كل ما نقوم به هو ماشي على الثلاث الكلمات اللي أنا قلتهم لحضرتك السلام والاستقرار والتنمية لما يتوسع هذا الجوار وياخد حلقة أكبر كمان يعني يصل بقى إلى دول مجلس التعاون الخارجي وإلى المغرب العربي أعتقد إن ده هيكون فيه فايدة كبيرة جدا ولكن هو ده أعتقد إن ده الملجأ الوحيد للدولة العربية إنها تتحرك في هذا الإطار إن هو لازم يكون فيه فرد فرد مش بس كده كلام لا نفرد السلام ونفرد الاستقرار ونفرد التنمية وده أعتقد إنه هيكون أسلوب جاي جدا ويمكن حريقة تلاحظي إن مصر كمان يعني يمكن أكثر تقضما في هذا المجال إنها وصلت لأفريقيا بنفس المبادئ ديت في سد بني في تنزانيا في جيبوتي في شغل كبير جدا برضو جيبوتي دولة عربية ففي شغل كبير جدا في جيبوتي يمكن محدش بيسمع عنه شغل في الصومال نفس الشيء فهو ده الأسلوب وبالتالي حضرتك إن المشروعات لازم تكون فيها تأييد من بعضنا البعض يعني تخيلي حريقة مثلا لو هتروح يجيبوتي تعملي مشروع مصري إماراتي بسواعد أردنية وعراقية أو مصري إماراتي عراقي يعني مظلة عربية تخيلي حريقة ماذا المنتج نفسه والعائد هل مثال استقبال السيد الرئيس للأخوة الأشقاء العرب في العالمين هو أكبر مثال على كلام حضرتك طبعاً يعني دايماً نحياة تحركات المصرية هي تداري تقول عليها تحركات ثلثة ناعمة ولكن تصل إلى الآخرين بسرعة بأسلوب مفهوش إقحام يعني عارف عليك بفكرة برضو الإقحام إن أنا أفكاري هي اللي لازم تمشي لا كلام ده ما ينفعش في العالم الحديث اللي أنا عايشين فيه ولكن مصر بالتحقيقة بتمارس دبلوماسية على مستوى الرئاسة على مستوى وزارة الخارجية دبلوماسية رصينة جداً ولكن تتصل إلى الآخرين بأسلوب ثلث جداً وبتأدي نتائج جيدة جداً جداً نعم نعم نقطة صغيرة دكتورة لنا يعني موضوع العدوان الأخير على قطع غزة وتدخل المصري الدائم في إقرار إحلال السلام في المنطقة بشكل عام ويعني الحرص على سلامة المواطن الفلسطيني والتدخل بشكل سريع لإنهاء هذا العدوان يعني هذا دور مصري يعني فعال إحنا بخير طول مصري ويمكن يعني ممكن أقولك بدون يعني ما أكشف يعني عملية الأعمار في غزة بتسيير بشكل جيد جداً جداً بمبادرة مصرية رائع ودي برضو في إطار الاستقرار والسلام والتنمية نعم 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 ساعدتك نقطة هام جداً بما إنه إحنا منحكي عن خوفنا من يعني طول مدة الأزمة الروسية الأوكرانية ومدى تأثيرها على أزمة الغذاء والأمن الغذائي بشكل عام في كل دول العالم وليس في المنطقة العربية لوحدها إحنا منحكي إنه في إرادة سياسية عند الدول العربية والوطن العربي وخير مثال التبادل التجاري الكبير اللي عم بصير بين الدول الخمس المشاركين في اجتماع العالمين يعني مصر هنالك مثلاً حجم تبادل تجاري كبير بينها وبين الأردن على سبيل المثال فيما يتعلق بغطاع التعدين وغطاع الفوسفات لأن كلنا منعرف أن الأردن يعني يمكن من أكبر الدول اللي عم بتصدر الفوسفات كذلك مع البحرين فيما يتعلق بالأحجار الكريمة يعني حسب أحد التقارير اللي أنا قرأتها فيما يتعلق في العراق أيضاً في قطاع الخضروات والمواد الغذائية يبدو أن هناك تنبه لدى تلك الدول العربية المشاركة وأيضاً إرادة سياسية في أنه نفكر في إدارة أزمة الغذاء اللي عم تخلقها الأزمة الروسية الأوكرانية فخلينا نتحدث في هذا المحور كيف نشكل إحنا كدول عربية علاقات التكاملية فيما يتعلق بالتبادل التجاري وخاصة في نطاق الأمن الغذائي وأمن الطاقة حضرتك استعملت كلمة بأعتقد أنها كلمة السر أو مفتاح الأمر كل وهو كلمة الإرادة السياسية عندما تتوفر الإرادة السياسية لدى القادة والرؤساء والملوك والأمراء أعتقد أنه ده بيفتح مجال كبير جداً عشان كده دايماً مثل هذه اللقاءات دايماً إحنا بنستبشر بها خيراً أنه هيكون فيها لها نعكاس سريع على الأوضاع طبعاً ملف الغذاء ده طبعاً ملف مهم جداً جداً ومعليش أنا هتكلم طبعاً عن بلدي شوية زيادة وتسمعولي بكده يعني حضرتك إلي... يمكن في حاجة اسمها في الاستراتيجية الاستراتيجية الاستباقية الاستباقية يعني أن أنا إيه مانتظرش الكرسى تقع ثم أبتدي أتحرك التنبأ محاولات أنه يعني تتحايل عليها و تكون جاهزة ادارة الازمات ممكن نوض عليها كده برضو. بس انا بطلق عليها الاستراتيجية الاستباقية. الرئيس السيسي عمل الموضوع مثلا الدلتا الجديدة. وكان مهتم جدا بالمشاريع الزراعية. برضو قبل ازمة اوكرانيا كان مهتم جدا بموضوع الغاز وموضوع شرق البحر المتوسط. مدينة الدواء اللي تمت برضو بعد ازمة الكورونا. فاحنا يعني دايما لازم الدولة العربية يكون عندها هذا التصور الاستباقي. للاحداث. ذكرتي موضوعهم مهم جدا وهو موضوع لازمة الغذاء. لا احنا عندنا يعني اسمحيلي عندنا كل الموارد الكافية ان احنا نبقى سلة الغذاء للعالم. دولة زي السودان لوحدها ممكن تأكل العالم. انا اتحدث عن ازمة الغذاء في العالم اجمع. اقول لحضرتك احنا ممكن احنا نبقى سلة الغذاء للعالم كله. لازم كلنا نفكر في فكرة ان احنا قوة ذاتية لكل دولة تكون قائمة بشكل واضح. وفي نفس الوقت يكون في تعاون بين الدول العربية. لاننا هنكمل بعضه في النهاية. معاليك حقيقة شكرا لتواجدك في برنامج بيت للكول. شكرا لكل هذه المعلومات القيمة. حقيقة الوقت مر بسرعة. تمنيت بان اخذ ايضا قراءة بين السطور بسرعة كانت بقضية من اجتماع جدة. كان جو بايدن الاراء العربية لم تأتي على هواه. لم تبقى هناك دول كبرى بالنسبة للعرب. الخطابات تغيرت. الاجتماعات تغيرت. اللقاءات تغيرت. وهذا دليل مخرجات لقاء الأقوة في مصر. هذه الأرض التي دائما تجمع على أرضها كل بلداننا العربية. وتقول بان العرب يمرضون لكن لا يموتون. نورتنا وشكرا لتواجدك. شكرا لك معالي الوزير. وأيضا مشاهدين الكرام نشكركم على طيب المتابعة بهذا. نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج بيت للكل. انتظرونا في كل جديد في الحلقات القادمة. وإلى اللقاء.